بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات من قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إلى قوله تعالى وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا الآن نريد أن نبين ما يظهر لنا من أحكام هذه الآيات أولاً هذه الآية الأولى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تُسَمَّى آية الحقوق العشرة التي أوجبها الله على المسلم وقد بدأها الله بحقه وختمها بحق المماليك ويوخذ من هذه الآية تأكد حق الله جل وعلا بأنه أول الحقوق وأساسها وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ويوخذ من هذه الآية أن الشرك يحبط العبادة ويفطلها لأن الله جل وعلا لم يقل وعبد الله فقط وإنما قال وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فتائماً يأتي الأمر يأتي النهي عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد لأن التوحيد إذا لم يسلم من الشرك فإنه لا ينفع صاحبه والعبادة إذا لم تسلم من الشرك فإنها لا تنفع صاحبها ويوخذ من هذه الآية تأكد حق الوالدين وأنه بعد حق الله وفي آيات كثيرة لأن أعظم محسن إليك بعد الله جل وعلا هم والداك الذان قاما بتربيتك والإحسان إليك في وقت أنت لا تملك لنفسك شيئاً أنت ضعيف مستضعف فهما قام عليك وربياك ولهذا يقول جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ولذلك كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك والعياذ بالله ويوخذ من هذه الآية أن حق الله يتكون من شيئين الشيء الأول عبادته والشيء الثاني ترك عبادة ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإنها تشتمل على نفي وإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد والعبادة لله عز وجل ويوخذ من هذه الآية أن عبادة الله لا تصح مع الشرك لأن الله لما أمر بعبادته نهى عن الشرك به وهذا معلوم من أدلة كثيرة الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وصار صاحبه من الخالدين في النار ويوخذ من هذه الآية وجوب حق الأقارب وهو ثالث الحقوق وأنه حق متأكد على قريبهم وأن تركه يكون من القطيعة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ويوخذ منها وجوب حق الجار وتأكده والجار هو من يسكن إلى جنبك من يكون بيته إلى جنب بيتك أو قريبا منه الجيران لهم حق على جارهم بأن يحسن إليهم وأن يكف أذاه عنهم وأن يحسن صحبته والجيران كما سلف الكلام على الآية ثلاثة جيران أو ثلاثة أنواع جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق القرابة وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار فيحسن إليه وإن كان كافرا ويوخذ من هذه الآية وجوب حق الصديق والزوجة وهما الصاحب بالجنب كما فسر بذلك فمنهم من فسره بالزوجة ومنهم ما فسره بالصاحب والظاهر أن الآية عامة للإثنين ويوخذ منها وجوب حق ابن السبيل وهو وهو الذي انقطع في سفره ونفدت نفقته أو سرقت أو ضاعت فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً في بلده ويعطى حتى من الزكاة ولو كان غنياً في بلده ويوخذ منها وجوب الإنفاق على العبد المملوك والدابة والإحسان في حقهما وأن لا يحملهما من العمل أن لا يحملهما من العمل ما لا يطيقان وحتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لا يجوز له أن يحلب من الدابة ما يضر بولدها بل لا يأخذ من حليبها إلا ما فضل عن ولدها لأن الولد مملوك له وهو بحاجة إلى النفقة ونفقته هي حليب أمه فلا يضايقه وإنما يترك له ما يكفيه وإذا فضل شيء فإنه يأخذه ويأخذ من هذه الآيات تحريم الكبر والافتخار بالنفس والفعل فإنهما صفتان مذمومتان وقبيحتان لا تليقان بالمسلم تواضع واحتقار من نفس هما الواجب على المسلم بأن يترك الكبر ويتواضع لله ويتواضع لخلق الله في الحديث من تواضع لله فرفعه وكذلك لا يزكي نفسه بالمدح والثناء وإنما يزكيها بالطاعة والعمل الصالح كما قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ويأخذ من هذه الآية وصف الله جل وعلا بأنه يحب ويكره يحب على الأفعال الطيبة ويكره الأفعال والصفات القبيحة فالحب والبغض والكراهة والمقت من صفات الله الفعلية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى ويأخذ من هذه الآيات ذنب البخل والمراد به البخل بما أوجب الله عز وجل البخل بالزكاة البخل بالنفقة على الأقارب البخل بالصدقات على المحتاجين هذا هو البخل البخل بإطعام الجائع هذا هو البخل المذموم وكذلك يأخذ من الآية أن الله جل وعلا يبغض الذين يحثون الناس على البخل والشح ويزهدونهم بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ويزينون لهم الإمساك ويكرهون لهم الإنفاق ويقولون لهم إن هذا ينفد أموالكم ولا يدرون أن النفقة والصدقة والبر والإحسان مما ينمي المال ويعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته